الآن ينظم إلينا عبر الأقمار الصناعية مراسل قناة الفلوجة من أربيل الزميل بشير الحسن بشير يحبظ لو تطلعنا على آخر مستجدات تشكيل الحكومة في إقليم كردستان نعم محمد بداية تحية لك وتحية لكل مشاهدي قناة الفلوجة يعني يبدو أن عدوة تجيل جلسات البرلمان انتقلت من العاصمة بغداد إلى عاصمة تقليم كردستان العراق أربيل حيث من يوم الثلاثاء الماضي عقدت أولى جلسات تقليم كردستان العراق بدورته الخامسة بحضور 111 نائب يعني في هذه الجلسة كان فقط محمد يعني وترديد القسم القانوني للنواب الجدد في البرلمان الجديد يعني منذ الأسبوع الماضي وإلى الآن يعني أبقيت هذه الجلسة مفتوحة للتوافقات والاجتماعات والمداولات بين الأحزاب التي شاركت في هذه الانتخابات يعني الأحزاب التي فازت في هذه الانتخابات والتي تصدرها الحزب الديموقراطي بـ 45 مقعد يليه الاتحاد بـ 21 ثم هل من أسماء مرشحة لتسنم رئاسة الفرلمان هل من أسماء؟ نعم محمد يعني من خلال يعني الآراء المحللين والخبراء والسياسيين إلى الآن يعني هناك يعني ستكون يعني حصة رئاسة البرلمان يعني ستكون للاتحاد الوطني لم يحدد الاسم المعين في هذه الجلسة ولكن سيكون هناك توافقات لاختيار يعني رئيس البرلمان وكذلك نائبه وسكرتيرا له يعني جميع المؤشرات والمعطيات تذهب إلى جماعة الاتحاد الوطني في الدورة السابقة كان هناك يوسف محمد من التغيير أيضا كان هناك يعني هو الذي ترأس الجلسات البرلمان عموما يعني محمد يعني بقد هذه الجلسات مفتوحة يعني احتمال يعني أسبوع أو أكثر من شهر أو تأخذ يعني وقت طويل لأن الجميع يعرف في أنه هناك أحزاب فائز أحزاب معارضة في هذه الانتخابات الحزب الديمقراطي وتصدر الانتخابات للاتحاد هناك أيضا للجيل الجديد يعني وكذلك التغيير التي تشكل أكبر كتلة معارضة داخل أربى البرلمان يعني تحتاج هذه إلى وقت طويل يعني حتى يتم الاتفاق على رئاسة البرلمان ولكن يعني عموما هناك أنبات تشير إلى أن الحزب الديمقراطي هو العفو الاتحاد الوطني هو من سيكون يعني برئاسة البرلمان وستبقى محمد رئاسة الحكومة إلى الديمقراطي الكردستاني أي إلى السيد نيتشيرفان برازاني يعني عموما يعني هناك هل هناك من كتل برأيك ستتجه إلى المعارضة البناءة كما وصفها سيد نيتشيرفان نعم محمد يعني هو بعد الانتهاء من جلسات ترديد القسم يوم الثلاثاء الماضي هناك عقدت عدة مؤتمرات صحفية بعد انتهاء من هذه الجلسات هناك كان مؤتمر صحفي للجيل الجديد قال نحن سنبقى يعني الكتلة المعارضة داخل البرلمان وكذلك التغيير التي تعتبر يعني من أكثر الأحزاب المعارضة في هذه الدورة أيضا ستتجه إلى جانب أو إلى طريق يعني طريق واضح وهو طريق نهج المعارضة داخل البرلمان يعني عموما محمد يعني الوضع إلى الآن لم يفصح إلى أين سيتجه حقيقة سيأخذ وقت طويل في هذا الجانب حتى يتم والتوافق بين الكتل هناك يعني كتل فائزة وهناك كتل خاسرة تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم اختيار رئاسة البرلمان وكذلك رئاسة الحكومة نعم مراسلنا من أربيل بشير الحسن كنت معنا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا ترجمة نانسي قنقر